أهلاً بمشاهدي قناة العربية والحدث في هذه المقابلة الخاصة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض السيد جاريت كوشنر سيد كوشنر، ما الذي تسعون لتحقيقه في هذه الورشة؟ خذنا لغاية الآن بحوار شيق وغير مسبوق وهو مصدر إلهام بالنسبة لي ولكثير من الحضور في هذه الورشة وأعتقد أن الحوار حول إمكانات المنطقة كان بقيادة الأشخاص الخطأ على مدى زمن طويل والاستماع إلى كثير من رجال الأعمال المميزين أتوا من أسخاع العالم وكل منهم ينظر إلى الأمر من عدسة مختلفة وهي الرؤية التي طرحناها ويؤمنون بأن كل ذلك قابل للتحقيق وأننا قادرون على تحسين الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة وقادرون أيضاً على مساعدة الشعب الفلسطيني إلا أننا بحاجة إلى بعض العناصر الإضافية أولها التوصل إلى اتفاق السلام ومن ثم إيجاد بيئة مواتية للاستثمار مثل الحوكم الحصيفة والتدفق السلس لرأس المال معرضناه يشكل خطة رائعة بوسعها مضاعفة إجمال الدخل القومي للفلسطينيين وتحسين مستوى معيشتهم وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل لتقليل معدل البطالة لأقل من 10% وتقليل مستويات الفاقر بنسبة 50% ومن الرائع أن نستمع لهذه الآراء من قطاع رجال الأعمال وقد كانت اللقاءات بناءة للغاية حتى الآن لماذا امتنعتم عن دعوة منظمة التحرير الفلسطينية؟ لقد دعونا رجال الأعمال الفلسطينيين ورجال أعمال إسرائيليين وكنا محظوظين أن الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط وأوروبا شاركوا على مستوى جيد وأردنا أن نشدد على وضع مجتمع الأعمال كان شيئا مهما خلق الفرص لتحسين وضع الفلسطينيين كان يفترض أن تكون هناك المزيد من المشاركة لكننا نحترم قرارهم بعدم المشاركة وهذه فرصة ضائعة لهم هناك مخاوف فلسطينية حول الأسباب الحقيقية للكشف عن الجانب الاقتصادي قبل الحديث عن أي شق سياسي كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ لقد تم تحريف بعض الأمور التي نريد أن نحقيقها نريد أن نشدد هنا على ما يمكن تحقيقه اقتصاديا الطريقة السياسية أن الطريقة التي قاربوا بها المشكلة لم تكن ناجحة ولم تسمح للسلام أن يتحقق لا نريد أن نتطرق للأمور السياسية الأساسية الآن سيتم ذلك في الوقت الملائم سنتطرق إليها أكثر في حال وجود سلام فيما يتعلق بالشق السياسي إلى متى التأجيل؟ في الشرق الأوسط اليوم الرئيس يفي بوعوده وعد بنقل السفارة فنقلها ووعد بالخروج من الاتفاق النووي ففعل وكذلك هزمة داعش ووعد الفلسطينيين بالسلام وهو يريد مساعدة الفلسطينيين والوصول إلى اتفاق سلام جيد فعلى الفلسطينيين أن يؤمنوا بذلك الفلسطينيون يجب أن يفكروا مليا في من يثقون فيه خطتنا عقلانية سيد كوشنر لماذا تطلق عليها فرصة القرن وليس صفقة القرن؟ أعتقد أن السياسيين الذين تحدثوا معنا على مستويات كثيرة تحدثوا بكلمات معروفة في السابق رؤيتي أن الناس يريدون أن يعيشوا حياة أفضل ويحصلوا على الأمان ونريد أن نقدم لهم ولعائلاتهم حياة مستقرة إذن الفلسطينيون لديهم الكثير من الآمال ونسعى بكل قوتنا أن نقدم لهم الفرص التفاصيل على المستوى السياسي ستتضح مستقبلا الخطة إذن تتطلع إلى جمع مليارات الأموال على من تعولون في جمع هذه الأموال؟ الكثير من الدول في ورشة البحرين قدموا ردود أفعال على الخطة وهناك الكثير من الأموال المطلوبة وهي فعليا أقل إذا نظرنا عليها من المستوى السنوي إن المسألة تتعلق بوضع آلية لاستخدام هذه الأموال في الماضي هناك الكثير من الذين استفادوا من الوضع ولم تأتي الأموال للفلسطينيين نريد أن نستغل هذه الأموال بطريقة ذكية للفلسطينيين هل لديكم أي خطط لإشراك الفلسطينيين فيها؟ لدينا الكثير من الذين تحدثوا هنا في البحرين وهناك الكثير الذين يودون وضع تفاصيل في الخطط التي تحسن حياة الناس الفلسطينيون يقولون لأسباب لا أعرفها أنهم لا يريدون أن يفكروا في هذه الخطة أعتقد أننا عالقوا في معضلة وفي طريق مسدود فالمساعدة الدولية التي يمكن الحصول عليها ليست حقا للفلسطينيين إلى الأبد فهناك أكثر من 65 مليون لاجئ الفلسطينيون حصلوا على مساعدات للفرد أكثر من أي لاجئ آخر فعلى الفلسطينيين أن يسألوا أنفسهم حتى متى يستمر هذا الوضع فمن المهم أن نصل إلى وضع يحصل فيه الفلسطينيون على حكومة مستدامة ويكونوا في اكتفاء ولا يعتمدون على الخارج كثير من رجال الأعمال الفلسطينيين أبدوا دعمهم للخطة لكنهم خشوا الحضور بسبب منع السلطة الفلسطينية لهم وإذا كان هناك من يريد أن يكون شيئا ما فيجب أن يكون لهم حق التعبير على أرائهم بحرية ترجمة نانسي قنقر